اشتركوا في القناة نسب التعافي المرتفعة والتي تعتبر من اعلى نسب الشفاء عالميا لفتح المنازل والمجالس خلال ايام العيد ففيها يفقد الجميع صراحة السيطرة على تطبيق الاجراءات والاحترازات وهذا واقع كلما زاد العدد تفقد السيطرة في اتباع الاحترازات وقد نجد فيها الضرر والضرار وتتحول للأسف هذه المناسبة من مناسبة سعيدة الى مناسبة حزينة خصوصا في انتقالها الى اقرب الاحباء ولو قدر الله فقد نفيها اعز شخص يكون عندنا فلذلك فعلا نعيد ونكرر في نطلب من الجميع يعني الالتزام بعدم التجمعات العائلية والخروج فقط للضرورة واهمية ارتداء الكمام والتباعد الجسدي اللي اصبح من اهم الوسائل اللي تكلمنا عنها سواء كانت حتى علميا وفي دراسات بيانة اهميتها في الحد من انتشار هذا الفيروس بحرين حققت ثاني اكبر نسبة للفحوصات في العالم لكل الف شخص وهذا اتوقع انجاز كبير فاحنا كلما نستمر في عدد الفحوصات نكتشف الحالات وبالتالي نحاول نسيطر عليها طبعا الفضل يعود الى الاستراتيجية اللي طبقناها من اول حتى من اول قبل ما نتظر عندنا الحالات اللي اتوقع الكل حفظها معنا اللي هو المتابعة والفحص والعلاج وما زلنا مؤمنين بان هذه الطريقة المثلة للحد من انتشار هذا الفيروس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر